هذا وتتواصل عمليات نقل جاليات والبعثات الدبلوماسية من السودان حيث تم إجلاء نحو 1687 شخصا من أكثر من 50 دولة على متن سفينة متجهة إلى مدينة جدة السعودية وذلك في أكبر عملية إجلاء من نوعها تنفذها المملكة حتى الآن كما أعلنت الخارجية السعودية أن المملكة أجلت اليوم من السودان 203 أشخاص منهم خمسة سعوديين بينما أعلنت ألمانيا اكتمال مهمة الإجلاء من السودان مشيرة إلى أنها ساهمت في نقل أكثر من 700 شخص خارج السودان من بينهم 200 مواطن ألمانية وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن البلاد أجلت 301 شخص جوا من السودان وتأمل في استكمال ثماني رحلات إجلاء بنهاية اليوم الأربعاء مع وصول أول مواطنين تم إنقاذهم لمطار بلندن وأعلنت الصين من جانبها إجلاء أكثر من 300 صيني إلى الدول المجاورة مشيرة إلى أنها تعمل على إجلاء نحو 800 صيني من السودان شكرا